بدي أسألك دواء الكونكور للضغط خمسي في عندك؟ والله ما عاد عندي شو هاي دواء ما رحنا بيقولوا معنا ما عنا طيب؟ الله بيبعطونا كمية كتير قليل لضغري عم تخلص هذه يوميات اللبنانيين جولات على الصيدليات كما على كل المحلات التجارية بحثا عن مستلزمات فقدت أو أفقدت عمدا أنا معي ضغط وزوجي معه الضغط ما عطونا العلبي وحدة كونكور طيب أنا بدي أخذ دواء ما عم تلاقي بولا صيدلي يمكن ما عم بيعطونا ما بعرف أزمة الأدوية التي وضعت المواطنين في مواجهة مع أصحاب الصيدليات لا تزال تتفاقم لأسباب عدة أنت عم تدفع كل شيء بكل شيء مصروفك على دولار 13 ألف وكل مردودك اللي هو الجعالي جاي على الألف وخمسة والمعاناة التانية هي تأمين الدواء والحليب للمواطن بتطلب طلبيات كل الأدوية مش موجودة مش متوفرة إذا توفرت بيعطوك أطعى نقيب الصيادلة أعلن موافقة وزير الصحة على مقترح النقابة بتعديل أسعار بعض الأدوية بعد أن أجله كثيرا وهو السبب في تعليق الإضراب الذي كان قد دعا إليه الصيادلة يوم الخميس في عنا صيدليات سكرت لأنه معاش قد تكمل أدى تقريبا عددا؟ يعني بحدود 600 صيدلي من 3500 اليوم صار فيه لقاءات مع معالي الوزير وصار فيه تفهم لهذا الوضع هذا بالأرقام واليوم نحن بإيجاد صيغة توفق ما بين صمود هالقطاع وأن المواطن ما يتحمل تكلفات عالية أصحاب الصيدليات لا يرون قرار الوزارة حلا لأزمتهم إلا أنه تأجيل للإنهيار الأكبر أكيد سنكون في خطوات تصعيدية إذا ما نحلت سنظل نطالب ونرجع نطالب ونطالب لا يطالب هذا القطاع بتحقيق الأرباح جل مطالبته أن يوقف الخسائر وهو مطلب يبدو بعيد التحقيق في ظل الأوضاع السياسية الراهنة وإضافة إلى هذه المعاناة تبقى أزمة تهريب الأدوية خارج آلية الحلول لتزيد العبء على اللبنانيين فيما الدولة اللبنانية تغض النظر عن حزب الله المسيطر على طرقات التهريب ناهد يوسف الحدث بيروت